هدموا بيت ابي بكر لاقامة فندق هنطن وحولوا بيت السيدة خديجة الى مراحيض عامة كيف تتحول مكة الى لاس فيغاس يعتبر الحج احد اركان الاسلام الخمسة وهو فرض على من استطاع اليه سبيلا ويؤمن المسلمون ان السير في خط النبي ابراهيم وعائلته واعادة عيش نحنتهم يطاهرهم من كل ذلوبهم قديما كان الحج للجميع لكن لم يكن الجميع قادرا عليه فقبل منتصف الخمسينيات كان عدد الحجاج في الخارج نادرا ما يتجاوز المائة الف اما اليوم وبفضل التطور الكبير بوسائل النقل الحديثة والتوسعات المتواصلة التي تنفذها الحكومة السعودية تستوعب مكة عدد حجاج يصل لثلاثة ملايين يزداد العدد فيزداد الاجر وعلى الضفة الاخرى تزداد الارباح قديما كان الجميع سواسية بالنباس والمأكل ومشقة الرحلة اما اليوم فهناك حج خمس جوه لا داعي للمشقة فكل شيء تحت الخدمة لا داعي للنزول الى الحرم لصلاة الجماعة فطم صغيرة ستمنحك اجر الجماعة بالصلاة في غرفتك واذا كنت من اصحاب المناصب الرفيعة ستحج انت وجميع افراد مرافقتك الشخصية ومعكم مجموعة هائلة من الحرس السعودي لا تبدو في ذلك مشكلة كبيرة فالقادة يحتاجون لحماية ومن حق الاغرياء التمتع باموالهم المشكلة الكبيرة تكمن في ان مكة لم تعد مكة التي عرفها جده خمسة وتسعون بالمئة من اثار المدينة المقدسة تمت ازالتها تماما خلال العقدين الماضيين بيت السيدة خديجة هدم وبني فوقه الف واربعمائة من المراحيل العامة والمواد بيت ابي بكر الصديق حل محله فندق هلتن طلعة اجياد التاريخية المصنفة في طراث اليونسكو تم هدمها وبني مكانها برج ساعة مكة العملا البيت الذي ولد فيه نبي الاسلام محمد تحول الى سوق للماشية ثم الى مكتبة عامة يمنع الدخول اليها كما هدمت الاعمدة التاريخية التي تعود لعصر العباسيين داخل الحرم مكة اليون تشبه لاس فيغاس بعمرانها الفخم وغلاء اسعارها فليلة تريد قضاءها في برج الساعة على اطلال الكعبة ستكلفك ما يقرب من خمسة الاف دولار في موسم الحج هو احدى الشيء الميهن الرحلية تقول السعودية ان التحولات العمرانية هدفها تحويل مكة الى مدينة ذكية وبينما يدور في ذهنك سؤال منطقي يتمحور حول علاقة الذكاء بهجم التراث سنكتشف شيئا مهما بل شيئا خطيرا هذه المدينة تسمى الدرعية وكانت عاصمة الدولة السعودية الاولى التي سقطت عام 1818 على يد الجيش العثماني تقوم الدولة السعودية اليوم باعادة ترميم تراث هذه المدينة وبذكاء ووفقا لمقررات اليونسكو سترمم المباني والقصور القديمة التي تخص رجالات الدولة الاوائل وسيتم انشاء مضحف فيها معيون اليونسكو تعرف الدرعية لكنها لا تعرف مكة التي صدرت فتاة وادنية من كبار العلماء السعوديين بجواز هدم قبور بعض الصحابة فيها بحجة محاربة البدع والشرك وعبادة القبور معيون اليونسكو وتحذيراتها وغضب تركيا لم يمنع السعودية من هدم قلعة اجياد التي تعود للتراث العثماني اذا تحافظ المملكة على تراث العائلة الحاكمة مقابل هدم تراث يعتز به المسلمون وتحويل ارض قبنتهم الدينية لمجمع فندقي ضخم على الطراز الغربي تكاد معه الكعبة المقدسة تختفي بين الابنية الشاهقة يقول المثل العربي الشهير اهل مكة اضراب شعابها اضرابها ان بقيت هذه الشعاب اصلا اشتركوا في القناة